اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم بداية نتوجه إلى خانة البحث ونكتب registry editor يعني محرر التسجيل نضغط enter ثم موافق تظهر لنا هذه النافذة من هذه النافذة نختار الخيار الثاني hkey current user يعني المستخدم الحالي ومن هنا نبحث على software ومن ثم نبحث عن microsoft الآن نختار microsoft ومن ثم نبحث عن office ونختار office من office عندنا الرقم 16.0 نختارها ثم نذهب إلى word نضغط على word click يمين ونضغط على delete ثم yes الآن نغرق هذه النافذة ونفتح برنامج word والآن كما رأيتم رجع البرنامج إلى إعداداته الافتراضية ورجع إلى شكله الأساسي فبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم كان معكم عمار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة